اشتركوا في القناة كل حقيقة الواقع في سودان هناك سياسات خاطئة متبعة من هذا النظام ونبدأ أولا هناك العديد من الملفات التي يطالب الشعب السوداني اليوم بفتحها من أجل محاسبة هذا النظام بعد 23 عام من حكمه أول هذه الملفات هو ملف الفساد وهذه مسألة تشيب لها الرؤوس وتبدأ من رأس الدولة وأخوانه وحتى أصغر موظفي حزب المؤتمر الوطني هناك الكثير من القضايا التي طرحت في الصحف طرحت رفعت أمام القضاء ولكن يتم قتل قضايا الفساد هذه لا أود أن أتحدث عن قضية المستشار في النائب العام لا أود أن أتحدث عن قضية التقاوية الذراعية لا أود أن أتحدث عن قضية سودانير وخط لندن لا أود أن أتحدث هناك الكثير والكثير والكثير من قضايا الفساد المفتوحة والتي لم يقدم فيها النظام حتى اليوم أي مسؤول أمام محكمة لمحاسبته الرئيس الجمهورية يتحدث عن أن الفساد في قضايا الأراضي في السودان وصل حدا لم يبلغه من قبل ولم نرى أي مسؤول في هيئات الأراضي أو في وزرات الأراضي تمت محاسبته هناك الكثير من الوزراء متورطين في عمليات كبيرة جدا تتعلق بالفساد لم يساءل أي أحد منهم هذه القضايا يجب أن تفتح هناك قضية الحريات وهذه قضية أساسية جدا وقضية الحريات أيضا مرتبطة بقضية الحرب هذا النظام لم يتوقف عن شن الحرب على شعوبه شن الحرب على جنوب السودان وانتهى الأمر بانفصال جنوب السودان وقالوا لنا أنه بانفصال جنوب السودان انتهت مشاكل السودان وسيرتاح السودان ولكن بعد أقل من ستة أشهر من انفصال جنوب السودان عدنا إلى مربع الحرب مرة أخرى قبل أن يتم انفصال جنوب السودان اشتعل جنوب السودان الجديد في جبوال النوبة وفي النيل الأزرق بالحروب دارفور ومنذ العام 2003 تعاني حروبا كل هذه موارد 4 مليون دولار تصرف يوميا لتمويل الحروب والأجهزة الأمنية في السودان هذه مبالغ ضخمة لا تسهب إلى الشعب السوداني ولكن تسهب لتمويل الحرب لتمويل الدمار لتشريد المواطنين هناك قضية أخيرة قضية زيادات الأسعار الأخيرة أعتقد أن النظام يتحمل فيها المسؤولية كاملة لأن النظام بدلا من أن يتفق مع الجنوب على صيغة معقولة لتقاسم عائدات النفط ولترحيل نفط الجنوب غال النظام وبالغ فيما يطلبه طلب سلس سمن سعر البرميل مقابل ترحيله عبر مينابور سودان مما اضطر حكومة الجنوب أمام هذا الابتزاز لوقف تصدير النفط وبالتالي الآن وقعت الفأس على الرأس وحرمت حكومة السودان من 50% من مواردها من العملات الأجنبية طيب ضيفي من لندن كنت تسجل كل ما يقوله رشيد سعيد وبالتالي يمكن لك أن تجيب نقطة بنقطة عن مقالة شكرا جزيلا السيد رشيد تحدث عن ملف الفساد أنا عندما أتحدث عن الحكومة السودانية لا أتحدث عن حكومة ملائكة أنا أتحدث عن حكومة غوامها من بشر في كل يوم نغرأ في الصحة البرطانية هنا في لندن على أن وزيراً قد استغالاً لأنه قد اكتشف أنه فاسد أي وزير استغال في السودان لم يستقل أي وزير في السودان بسبب الفساد على الأقل في إنجلترا يستقل يستقل ويحاكم أحياناً في الخارج طبعاً أنا أظن المغاطعة غير موجودة في هذا الأمر تفضل أفتكر أن هذا يكون من أدب الحوار أن تسمعني بالأول تفضل أنا أحطرمك جداً وأقدر جداً قبل ثلاث أشهر سمعنا بأن وزير الدفاع البريطاني قد استغال تهم في الفساد قبل ست أشهر سمعنا بأن مستشار رئيس الوزراء البريطاني قد استغال لتورطه في الإسكان ديلا المعروفة التنصط على الهواتف هو تحدث عن مشكلة عن فساد في الموضوع التغاوي والمستشار هذه غضايا هذه المعضية أنا أظن أنها بموجودة يمكن أن نحكم على نظام كامل بأنه فاسك هل يمكن أن تقطين إلى دولة واحدة ليس فيها فساد كل دول العالم الآن فيها فساد لكن أنا أتحدث عن الفساد الذي قد يسكم الأنوف السوداء ليس فيه هذا النوع من الفساد صحيح قد يكون هناك من مجموعة تفراد وهذه هي سنة الحياة أن يجد بعض الناس مفسدون لكن يحاكمون أنت تعلم تماما قضية المستشار الذي يتحدث عنها هي الآن أمام المحاكم قضية التغاوي الذي يتحدث عنها هي الآن أمام البرلمان للبت فيها وأيضا تحدث عن موضوع الحريات أنا سبقا أن تحدثت عن هذا الموضوع أن الحريات في السودان متاحة وهو لم يرد على هذا الموضوع أنا قلت أن المعارضين الموجودين في الخارج ومن بينهم الأخ الكريم الذي يتحدث هم ليثوا أكثر معارضة للنظام من الموجودين في السودان الصادق المهدي زعيم حزب كبير السيد دكتور حسن الترايب هو زعيم حزب كبير الآن يوجد في السودان إذا كان هناك تضييق في الحريات لماذا جلس في السودان لكنه يوجد الآن ويمارس حريته كاملة في التنظيم وفي التظاهر وفي غيره أما عن موضوع زيادة الأسعار زيادة الأسعار كما ذكرت هي نتائج لأزوة مالية وهو فعلا أنا أتفق تماما مع الأخمين للستوديو أن موضوع الحرب غساها في هذا الأمر صحيح؟ دائما تكلفت الحرب ما تكون عالية وهذا لا شك فيه ومن يغالط في ذلك لا يعرف شيئا عن علم الاقتصاد ونادرسه الاقتصاد فأنا أتفق معه تماما الحرب لها فاتورتها وقد أثرت في الاقتصاد السوداني لكن إذا ما نظرنا إلى دول أخرى قد طبق السياسة التغشف نجد أن هذا الأمر أصبح تريند عالمي أصبح اتجاه عالمي كل الدول الآن تمارس سياسة التغشف لتصلح من الاقتصادها لكن السؤال المهم الذي نتحدث عنه وهو موضوع الاحتجاجات والتظاهرات هذا الموضوع والموضوع التغشف قد أثر في معاش الشعب السوداني هل الذين لم يقروا إلى المظاهرات هذا الأمر لم يؤثر في معاشهم؟ هل هذا الأمر أثر فقط في هؤلاء المئة نفر والمئتين نفر الذين خروا إلى التظاهرات؟ أي نبغية الشعب السوداني 35 مليون شخص لكن هذا الشعب السوداني يعلم تماما أنه يبحث عن الأمان قبل أن يكون يبحث عن الطعام ويعلم تماما أن الآخرين الذين يتحدث عنه ملق شريف لن يوفروا له هذا الأمان أبدا على الإطلاق والمولد سبحانه وتعالى يقول والذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إذن رشيد البحث أولا أبدأ بقضية أن هناك بعض رؤساء الأحزاب أنا قلت لك أن هناك أكثر من ألفين المعتقل الآن في سجون السودان لأنهم خرجوا في احتجاجات ضد هذا النظام كون أن الترابي لم يعتقل الترابي اعتقل حتى يعني أظنه قضى سنوات في عهدكم هذا رغم أنه الذي أتى بهذا النظام قضى سنوات في المعتقلات الصادق المهدي قضى سنوات في المعتقلات محمد إبراهيم نقو هذا لا يعني أنهم هما اليوم ليسوا في المعتقل لأنهم ليس هما الذين ليس هم الذين يقودون الاحتجاجات الاحتجاجات يقودها الشباب تقودها منظمات المجتمع المدني ولذلك نجد أن قيادات هذه المنظمات هي الموجودة الآن في السجن هناك اليوم أكثر من ألفين شاب وشابة موجودين في سجون هذا النظام للمرة الأولى يبلغ عدد الشابات المعتقلات وهذه ظاهرة حقيقة غريبة على المجتمع السوداني أن يتم اعتقال 300 فتاة دون أن يعرف أهلهم أين يعتقلون ما هو مصيرهم أين هم موجودون وتحت حماية من هذه قضية لا تليق بأخلاق محمد عوكاش يريد أن أرد عليك باختصار قبل أن نذهب إلى سيرة فيسبوك تفضل محمد عوكاش نعم